السلام عليكم معاكم علي أهلا وسهلا بكم بدرس جديد نتكلم في هذا الفيديو عن there is there are نشوف استخدامهم والفرق بينهم there is there are there is بمعنى يوجد there are أيضا يوجد طيب شو الفرق بيناتهم there is مع المفرد يعني شي واحد أو شخص واحد there are مع الجمع more than one يعني أكثر من واحد أو شي واحد there is a cat there is a cat يوجد قطة أو هناك قطة نفس المعنى there are cats هناك قطة أو there are some cats بعض القطة there is مع المفرد there are مع الجمع لاحظ a مفرد بمعنى one there is one cat قطة واحدة أو there is a cat نفس المعنى هناك قطة لكن the a نقصد بها indefinite نسميه غير محدد يعني كيف غير محدد؟ يعني ما نعرف القطة هذه هي small صغيرة big كبيرة white بيضة black أسود أو سودة ما نعرف a هناك قطة لكن ما نعرف شو هي القطة هذه ما تأثر على there is نفس المعنى لكن بس ملاحظة تكون عندنا الصورة أوضاع there are some cats هناك بعض القطة إذن ليست كل القطة بعضها الجمع من a some there are some cats there is a man in the box هناك أو يوجد رجل في الصندوق لا نقول there نعرفه هناك there a man in the box لا يوجد فعل كما قلنا يجب أن تحوي كل جملة الإنجليزية على فعل إذن ليكون هكذا كفاء الواضح في الجملة نستخدم is or are is مع المفرد كما قلنا are مع الجمع there is هناك يوجد أمان رجل في الصندوق أيضا استخدمنا a بمعنى one رجل واحد there is an apple under the table هناك تفاحة تحت الطاولة يوجد تفاحة تحت الطاولة لحظة استخدمنا an أيضا بمعنى one لكن الفرق a an a إذا جاء بعدها حرف consonant حرف second الآن بعدها حرف vowel حرف صوتين يعني الآن يكون بعدها a o u a i أيضا دائما نذكركم عندنا الآن إذا جاء بعدها o face a eyes العيون i nose الأنف u mouth الفم e ears الأذان يعني an apple an orange an egg an umbrella an insect إذن حشرة insect حشرة نلاحظ a o e u i إذا نستخدم an there's an apple under the table إذن استخدمنا is لأنه بعده مفرد there are some men in the box هناك أو يوجد بعض الرجال في الصندوق there are some apples under the table هناك بعض التفاح تحت الطاولة لاحظ a أمان رجل الجمع منها من بس نحذف الآن نضع e أيضا there is an apple هناك تفاحة واحدة نضع some apples نضع بدل الآن some ونضيف s there is a big lion يوجد هناك أسد كبير نلاحظ أسد كبير إذن لا نكتب there is a lion big دائما بالإنجليزي الصفة قبل الموصوف الصفة بالعربي نكتب أسد كبير لاحظ الاسم بعده الصفة الصفة أسد الموصوف بالإنجليزي لا نكتب lion big إذن الاسم بعدين الصفة خطأ نكتب الصفة بعدها بعدها الموصوف يعني تأتي الصفة قبل الموصوف there is a big lion there are four small cars هناك أو يوجد أربع سيارات صغيرة there are four small cars there are some doors هناك أو يوجد بعض الأبواب there is a lot of water يوجد أو هناك الكثير من الماء إذن لا نكتب waters يعني كثير waters الواتر كما أخذنا في فيديو سابق نرجع عليها countable and cantable nouns اسم المعدودة غير معدودة لا نضع s لواتر لأنه غير معدود لا نقول 200 ثلاثميات إذن a lot of waters there are a lot of people إذن لاحظ استخدمنا a lot a lot لكن water and cantable اسم غير معدود نعم معاملة المفرد إذا نقول there are a lot of water خطأ ننتبه دائما الأسماء الغير معدودة معاملة المفرد there are a lot of people هناك الكثير من الناس لاحظ person شخص الجوع منها people إذن أشخاص لدينا countable معدود يعني ممكن نعده one book two books three books four books and countable الغير معدود مثل عندنا نأخذ منه كمية مثل عندنا rice لا نقول two races four races سرحنا هذا في فيديو سابق أيضا sugar نفس الكلام oil tea water milk إذن كل هذه أسماء نسميها غير معدودة ممكن نستخدم معها a lot a lot of أو نستخدم معها some الاثنين صحيحة أيضا ممكن أن في الجملة نضع بعد is is and are نضع no is no are no there is a tiger هناك أو يوجد نمر نريد أن فيها نكتب الجملة كما هي there is فقط بعد is نضع no there is no a tiger فقط نضع بعد is and are no there are flies هناك ذباب نريد أن فيها بعد are نضع no there are no flies لا يوجد ذباب fly نعرف أي طير fly أيضا ذبابة نريد أن نجمعها بدل حرف y نضع i ونضيف es إذن تصبح flies there is a star in the sky يوجد أو هناك نجمة في السماء نريد أن نحول إلى السؤال فقط نضع is في ذات الجملة تصبح is there is there a star in the sky يعني هل يوجد نجمة في السماء فقط وضعت is في ذات الجملة أريد أن أجيب على هذا الجملة yes no there is أيضا رجع مرة ثانية تصبح there is yes there is is نعم يوجد no there isn't كلا لا يوجد إذن yes there is نعم يوجد لأن أسألني is there a star هل يوجد نجمة yes there is نعم يوجد is there a star no there isn't كلا لا يوجد الجملة بعدها there are some stars in the sky لاحظ استخدمنا are لأنه عندنا هنا ستار نجمة واحدة هنا صار عندنا أكثر من نجمة some stars بعض النجم غير محدد عادة غير محدد نستخدم some some stars in the sky أيضا كما قلنا فقط نضع are في بداية الجملة تصبح are there there and there are some stars in the sky هل يوجد أي نجوم أو أي نجوم في السماء إذا نلاحظ are there any إذا نستخدم بداية الجملة any يعني أي إذا عندنا any نستخدمها إذا كان عندنا نفي أو إذا كان عندنا question mark علامة استفهام are there any stars in the sky هل يوجد أي نجوم في السماء راح تكون الانسر يما yes أو no إذا كان عندنا yes رجع مرة ثانية are there تصبح yes there are no there aren't نعم يوجد كلا لا يوجد نريد أن نفي الجملة يعني نشكل نفي there is a girl next to the door يوجد فتاة next to بجانب لاحظ في عدنا t next to the door إذا يوجد فتاة بجانب الباب نريد أن نفيها نقول لا يوجد بس نضع بعد is وar نضع not تصبح there is not أو نكتبها isn't دائما نقتصر not نحذف الأو نستبدلها بوستروف t there is not مكملة جملة كما هي a girl next to the door إذا لا يوجد فتاة بجانب الباب there are three books in the bag يوجد أو هناك ثلاث كتب في الحقيبة نريد أن فيها فقط بعد are كما قلنا نضع not there are not there aren't نختصرها aren't there aren't three نكمل الجملة كما هي three books in the bag بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا عن there is there are there is مع المفرد there are مع الجمع وأيضا نستخدم some مع there are أيضا there is نستخدم مع some إذا كان عندنا أن كانت بالغير معدود لتشكيل السؤال كما قلنا نستخدم not بعد is وبعد are يعني is not are not وأيضا ممكن نستخدم no there is no there are no لتشكيل السؤال فقط نضع is و are في بداية الجملة أثناء الإجابة is there to speak there is are there to speak there are بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اشتراك بي القناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة